اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله طبعا سرطان الثدي له عدة مراحل المرحلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة طبعا المرحلة الاولى والثانية نسبة الشفاء تصل الى 95 الى 100% وفي يكون حجم الورم يعتمد فيه العلاج على حسب الورم فالعلاج هناك عدة انواع من العلاجات هناك العلاج الجراحي العلاج الكيميائي العلاج الشاعي العلاج الهرموني والعلاج المناعي طبعا العلاج بنلجأ للعلاج الجراحي في المرحلة الاولى والثانية عندما يكون حجم الورم اقل من 5 سانتي ميتر فتكون العلاج يائما باستقصال كامل للورم مع تنظيف للمنطقة حولينا الورم ويتم اعطاء علاج اشاعي وقت العملية طبعا بتوفر هذا العلاج الجهاز في الجامعة الملكة عبدالعزيز في المستشفى الجامعي ويمكن اعطاء العلاج الاشاعي والمريضة في غرفة العمليات او اذا لما توفر هذا العلاج فتأخذ العلاج الاشاعي بعد العملية ولكن لا بد من التأكد من تنظيف المنطقة حول الورم بيتم اثناء العملية ايضا اخذ الغدد اللينفاوية فاذا كانت الغدد اللينفاوية تحت الابط غير محسوسة او لا يوجد فيها اي انتشار يتم حقن مادة زرقاء تحت الحلمة ثم اخذ الغدد اللينفاوية اللي هي الغدد الزرقاء تحت الابط وتسمى الغدد اللينفاوية الحارسة وهي اول غدد تستقبل الورم ثم يتم عمل تحليل لها اذا كانت الغدد اللينفاوية فيها اي ورم خبيث يتم استقصال بقية الغدد وإذا كان لا يوجد أي ورم يتم الاكتفاء بذلك طبعا إصال الغدد ينبهنا إلى أن هذا المريض تحتاج لعلاج كيميائي فإذا كانت الغدد اللينفاوية تحت الإبط إيجابية فغالبا هذه المريضة تحتاج للعلاج الكيميائي بعد الجراحة طبعا العلاج الهرموني يعتمد على المستقبلات الهرمونية فيتم عمل المستقبلات الهرمونية لكل مريضة إذا كانت إيجابية والمستقبلات المناعية إيجابية يتم إعطاء للاج الهرموني المناعي بالنسبة للحل الآخر للجراحة هناك استأصال كامل للثدي ويتم عمل وقتها عمليات تعويضية سواء كان عن طريق وضع السيليكون أو أخذ من الجسم السيدة أو تأجيلها لمرحلة أخرى وطبعا في المرحلة الأول والثانية العلاج هو الجراحي في المرحلة الثالثة يكون حجم الورم جدا كبير أكثر من خمس سنتيمتر ويكون قد وصل إلى الجلد وعمل وممكن يصل إلى عضلة الصدر ففي هذه الحالة يتم إعطاء المريضة علاج كيميائي جلسات معينة حتى يتم تصغير الورم وبعد ذلك يتم إجراء العملية الجراحية في حالة انتشار الورم عندما يصل للمرحلة الرابعة بحيث ينتشر إلى الرئة أو للدماغ أو للعظام أو الكبد في هذه الحالة يكون العلاج أن نخفف الألام عن المريضة وإعطاءه علاج هرموني وعلاج كيميائي إذا كان فيه أي وصول للمرض للكبد أو للرئة وكذلك إعلاج إشعاعي إذا كانت المرض أو مصاب بأي انتشار الورم في العظم وإعطاء المسكنات التي تجعل المريض تشعر بالراحة التامة طبعا العمليات الجراحية في حالات انتشار الورم نستبعدها إلا إذا كان هناك انتشار إذا تفاقم المرض ووصل إلى الجلد وأصبح فيه تقرح في هذه الحالة نلجأ لعمليات الاستأصال طبعا زي ما قلنا لكم أنه أورام الثدي الحمد لله أصبحت تعالج ونرغب أنه نكتشف الأمراض في مراحل مبكرة لأنه في المملكة وفي منطقة الخليج نكتشفها في المرحلة الثالثة أو الثانية فنسبة قليلة التي تصل في المرحلة الأولى وهي حوالي 11% فنرغب في اكتشاف في هذه المراحل المبكرة لذلك نفضل من كل سيدة الفحص المبكر للثدي بعد انتهاء الدورة وكذلك الذهاب إلى الطبيبة وفحص الثدي وعمل أشعة الماموغرام والتلفزيون والتي يبدأ أعمالها من سن 35 سنة ثم سن 40 وبعد ذلك كل سنتين إلى سن 50 ثم يتعمل الماموغرام كل سنة بعد سن 50 سنة أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات ونشكر لكم تواجدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر